نروح مع حضراتكم دلوقتي لموجز وأهم وآخر الأنباء موجز الثامنة صباحا بصحبة مصطفى كفافة فضل لمصطفى شكريك محمد ثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تسير بخوطا واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة مصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وخلال كلمة مسجلة له بمنتدى أعمال تجمع بريكس أضاف السيد الرئيس أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرا مجموعة من القطوات والإجراءات الطموحة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية فضلا عن تبليل العقبات التي تواجه كافة المستثمرين ومن أبرز تلك الإصلاحات تفرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إهتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة إلى جانب أيضا تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية كما أوضح السيد الرئيس خلال كلمته أن منتدى بريكس ينعقد في وقت يشهد فيه العالم تحديات وأزمات متعاقبة وغير مسبوقة تتطلب تكاتف جميع الجهود لإيجاد حلول فاعلة لها وأشر رئيس إلى ضرورة تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة وهي مسؤولية مشتركة في المقام الأول يطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال بدور رئيسي أعلنت وكلة التصنيف الاعتمالي ستاندرد أند بورزا تثبيت تصنيف مصر عند بي بلاس داش بي وأبقت نظراتها المستقبلية للاقتصاد المصري إيجابية ووضحت الوكالة أنه منذ تحرير نظام سعر الصرف في مارس عشرين أربعة وعشرين تواصل مصر تنفيذ عدد من الإصلاحات وأشرت الوكالة إلى أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ للإستثمارية والتحولات المالية كانت جميعها عوامل تدعم السيول الخارجية والحسابات المالية وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز أن النظرة الإيجابية تعكس إمكانية تحقيق المزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر وتؤكد أن نظام سعر الصرف الجديد الذي تحركه قوى السوق سيساعد في نفع نمو الناتج المحلي الإجمالي وبمرور الوقت سيدعم ضبط الأوضاع المالية استشهد ثلاثة وثلاثون فلسطينيا من بينهم واحد وعشرون امرأة ووصيب أكثر من سبعين أخرين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جاباليا الواقع شمال قطاع غزة وقد أفادت وكلة الأنباء الفلسطينية بوصول الشهداء ومن بينهم واحد وعشرون امرأة وأكثر من سبعين مصابا إلى مستشفى العودة في مخيم جاباليا الواقع شمال القطاع عقب قصف الاحتلال لعدد من المنازل قرب مفترق نصار الواقع بمخيم جاباليا وأشرت المصادر إلى أن أربعة وستين فلسطينيين استشهدوا في غارات الاحتلال على قطاع غزة خلال أربعة وعشرين ساعة من بينهم خمسة وأربعون شخصا في مخيم جاباليا كشفت لغنة الطوارئ الحكومية اللبنانية عن تسجيل سبعة وثمانين غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب والنبطية يصل بذلك العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى عشرة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين اعتداءا وأوضحت اللجنة في تقرير لها حول اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان والوضع الراهن أن وزارة الصحة اللبنانية سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية مقتل ستة أشخاص وإصابة تسعة وستين آخرين ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى ألفين وأربعمائة وثمانية عشر قتيلا وأحد عشر ألفا وثلاثمائة وستة وثلاثين جريحا وأضفت اللجنة أنه تم فتح ألف ثمانية وتسعين مركزا لاستقبال النازحين منها تسعمائة واثنين مركز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية وأشارت إلى استمرار حركة النزوح حيث وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى مائة وواحد وتسعين ألفا وأكثر من خمسمائة نازح أعلنت كوريا الشمالية أنها عثرت على حطام طائرة عسكرية كورية جنوبية مسيرة في أراضيها وعفادت وكلة الأنباء المركزية الكورية بأنه من المرجح أن هذه الطائرة هي التي نصرت المنشورات فوق بلدية بيونج يانج وذلك بالنظر إلى شكل المسيرة وفترة الطيران المفترضة وصدوق نصر المنشورات المثمة في جسمها وحذرت كوريا الشمالية من أنه في حال التأكد من انتهاك أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية بوسائل عسكرية من كوريا الجنوبية فسوف يعتبر ذلك استفزازا عسكريا خطيرا ضد سيادتها وإعلان حرب يستلزم شن هجوم فوري وهذه نهاية الموجز عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير مصر ترجمة نانسي قنقر